اشتركوا في القناة خبرنا شوي عن هاي الحالات وكيف ممكن التعامل معها الحالات مثل اللي انت قلتهاها حالات كثيرة لو بدينها من البداية بتكون هي ناتجة عن خلافة بين الطرفين اللي هم الأب والزوج ونشأن بينهم طلاق والطلاق أصبحت هناك فيه من اللي هو حق الحضانة من اللي يستحق الحضانة سواء الأب أو الأم بعد كذا نيجي لعدة المشاكل اللي هي تتبعها اللي هي مشاكل المنفقة مشاكل السكن مشاكل الرؤية فيه يعني ملف الطلاق أو ملف الخلافات الأسرية يحمل عدة مشاكل داخل مشكلة واحدة تنتج عن اللي هي الطلاق ينتج عنها عدة مشاكل لكن بالنسبة إلي من له الحق في حضانة الطفل هذه تتوقف على مصلحة المحضون دايما ما نرى منه اللي المفروض أنه يأخذ هو مش سباق على أساس أنه تأخذه الأم ولا أنه يأخذه الأب ولكن القانون ينظر لين مصلحة هذا المحضون مصلحته يكون عند منه هل ما عنده الأب هل عنده الأم هو هذا الشيء بيكون مطروحة أمام القاضي هو القاضي اللي يحدد وين تكون مصلحة على مصلحة المحضون خلينا نحط تحتيها سيدا موزا خطين يعني بلون أحمر بنلاحظ أن الأزواج عند تنثيلهم أمام القاضي كل واحد بيبدأ يعني يتكلم والله أنا الحمد لله ميسور أنا كذا هي مثلا بيبدأ على الزوجة مثلا والله هي ما رح تهتم إذا تزوجت كيف تهتم لطفلي اللي مش عارف شو رح يهمش طفلي رح يطلع مثلا دعو في شخصية والعكس بيبدأ بعملية الطعام يعني الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج هاي المرحلة أو هاي العملية كيف أنتوا كسلك قضائي أو محاميين كيف بتحلوها كيف بتعالجوا الوضع حاد أو كيف ممكن أجزم أنه هذا الشخص هو اللي القادر على حضامة الطفل على أي أساس بتاعته هاي قانون الأحوال الشخصية نظم هذا كله نظم العلاقات نظم الأحكام سواء في الطلاق أو الأشياء الأثار اللي تكون بعد الطلاق في الحضانة في النفقة في الرؤية هاي كله القانون منضمنه ولكن لما الملف يوصل عند القاضي طبعا زي ما انتقل أكيد كل واحد عنده حجة كل طرف عنده حجة على أساس أن يكون الحضانة عنده وممكن أن الطرف هذا يطعم في مقدرة أو حقية الطرف الثاني أنه يكون عنده الحضانة ولكن زي ما قلت لك بالبداية الحضانة هي وين بتكون مصلحة وحفظ هذا المحضون وين بتكون هل هي عند الأب هل هي عند الأم الأم طبعا القاضي يوازن بين هذا الشيء يشوف من واقع الملف اللي انت تتكلم عنه سواء قالت الأم أنه الأب ما قادر أو الأب قال العكس أنه ما قادر ولكن هذا الملف مطروح أمام المحكمة والمحكمة هي اللي تشوف وفق للقانون الأحوال الشخصية اللي حط فيها أحكام الحضانة وأحكام الرؤية والأحكام اللي هي خاصة بالأطفال حقوق الأطفال من خلال قانون الأحوال الشخصية طيب موزة هل يمكن هذا الحكي كتير حلو بس هل فيه تصنيف معين لأعمار الأطفال اللي مثلا بتكون حضانتهم واضحة سواء مع الأم أو مثلا مع الوالد يعني أكيد إذا كان الطفل رضيع فحضانته مفروض تكون للأم فيه أعمار معينة مثلا بيخيروا فيها الطفل هو يختار حضانته مع مين يكون هل بيسأله الطفل بتفضل تكون مثلا مع الوالد أو الوالدة ولا ما في شيء من هذا القبيل لا بالنسبة لين الخيار على اساس أنه يحطي الطفل في موقع اللي هو يختار بين الأم والأب فصعب بالنسبة للطفل فالقانون عفى هذا الطفل من هذه الاختيار فحدد بالنسبة إليه سن معين هذا الأساس يكون من له حضانة اللي هو بالنسبة إليه الولد لين سن 11 سنة والبنت لين سن 13 سنة ولكن هناك فيه استثناءات إذا رأى القاضي خلاف ذلك ممكن أن يخلي هذا الطفل بدلا ما يكون 11 سنة وتنتهي حضانته ويروح عند الأب ويكون عند الأم لأسباب مرضية أو لأسباب أنه تخله في عقلي أو أسباب أنه مقعد أو أسباب نفسية القاضي هو اللي يعاين ويقدر هذا الشيء أن الأم تزوجت من رجل أجنبي على هذه البنت فالشيء الطبيعي أنه يكون عند مصلحة تاوين يكون عند مصلحة أنتها عند الأب اللي إذا رأى القاضي خلاف ذلك أنه تقعد مع الأم حتى لو كانت من الزوجة زوج أجنبي لأسباب أنه ممكن هذا الزوج بأثناء رؤية البنت لين أبوها يوم الجمعي يكون هذا الزوج يكون موجود ولكن القانون حفظ هذه الطفلة اللي عمرها 13 سنة لأنه ندخلت تدخلت مرحلة البلوف أنه تكون مع رجل أجنبي فعلى أساس هذا الشيء قانون الأحوال الشخصية ما ترك ثغرة حدد ووضع أحكام ووضع شروط لين معيار وجود هذه الطفلة عمرها 13 سنة أو 14 سنة أو 12 سنة إذا كانت عند الزوج أجنبي ويفرق إذا كان هذا الزوج ممكن يكون الزوج من الزوجة الأم ولكن ما زوج أجنبي على البنت ممكن من الزوجة الحم نفسه بعد وفاة مثلا الأب الجد يرفع أساس يسقط الحضار ففيه أمور ثانية ينظر لها ليش أنا أقول لازم القاضي ينظر لهذا الشيء لأنه الملف أمام القاضي عارف هذه الأم ونوم الزوجة هل هي فعلا الزوج هذا بيأثر تربيته ووجود هذه البنت اللي عمرها 13 سنة أو أصغر أو أكثر هل بيأثر على وجودها معاه أثناء زواج الأم ولا ما بيأثر ده اللي احنا فهمنا دلوقتي أستاذة موزة أنه في معايير معينة بتتحكم في الموضوع زي ما حداك قلت السن أو مثلا الصحة العقلية للأم أو الأب أو حتى المقدرة المادية النفقة من يقدر هو يصرف أكتر على الطفل أو مصلحة الطفل واختياره مع مين بس خلينا ننتقل للمرحلة اللي بعد كده وهي الرؤية بعد ما أكيد تحدد خلاص الحضانة هيكون معا الأم والأب من هنا بحيث بتبتدي المشاكل أستاذة موزة يعني في كل مرة هيروح الأب أو الأم يشوفوا فيها الطفل لازم تحصل خناقة أو الأب ما يجيش أو يتأخر أو ما يبعتش الفلوس أعتقد الشكاوي والمحاضر بتبتدي بعد الحضانة بتشوفي أنه أنسب طرق إزاي يتعامل فيها الأب والأم في موضوع الرؤية بالنسبة للمشاكل هي فعلا أما وجهة نظري أنا شوف أنها تبتدي بعد الطلاق مش على أساس أنه فيه طلاق وفيه خلافات هذا الشأن الأكبار الطرفين الأم والأب ولكن بالنسبة لأولاد هي فعلا تبتدي تبتدي مع منه بتكون الحضانة وإذا كانت الحضانة مع الأم طبعا بتكون لأن الطرف الآخر اللي هو الأب أكيد فيه رؤية وزمن محدد فيه هناك أحيانا يكون بين الطرفين الأم والأب حتى لو أنهم افترقوا واتطلقوا يكون بينهم مودة بينهم احترام بينهم تفاهم فهم يحطوا الأسس على أساس إراعوا مصلحة الأطفال اللي بينهم قبل ما يوصل الموضوع للمحكمة وهي اللي تحطي حدود لهذا الشيء فهم من البداية يحطوا هنا ما بيكون فيه مشاكل لأنه مخلص بينهم اتفاق ومن بينهم تفاهم لكن مثل خلاف يدوب إذا كان فيه عند بين الطرفين من هو اللي بيستحق الحضانة وإذا خضت الأم الحضانة بيكون فيه هناك مشاكل سلبية على الأولاد أنه الأم طول الوقت تغذي الأولاد سلبيات الأب وأنه كذا وأنه لا يعنيهم الخلافات اللي بينها الزوجة والزوجة ما يعني الأطفال على أساس أنهم يعرفوا شو سبب الخلاف أو أنه الطرف الثاني كان سيء هذا لا يعنيهم ولكن هذا كواقع كواقع موجود أنها تصب كل حقتها وكرهها على الطرف الثاني أنه ما يجيب ما يزورك ما يشوفك أنه السبب أنه هدم هذه الأسرة ممكن يكون فيه أسباب ثانية ولكن الطرف هاي الأم تحطيه على الأب والعكس صحيح ممكن الأب يحطي كل الغضب على الزوجة يكون مصبوب بس المهم مصلحة الأطفال بس مصلحة الأطفال لكن كبداية فعلا تنشأ مشاكل القانون نحدد حلول لها وتصدر لها إذا كانت الحضانة عند الأم فطبعا يكون فيه وقت الرؤية فالقانون يحدد وقت الرؤية كم ساعة يختلف الرؤية من طفل لطفل ممكن طفل رضيع ممكن طفل ثلاث سنين ممكن لين طفل سبع سنين ممكن لين طفل عشر سنين فتختلف السن في تحديد المواعيد ممكن بالساعات ممكن باليوم ممكن لو اختأط يعني اتفق الطرفين ممكن حتى يبات مع الطرف الثاني عادي ما بي مشكلة إذا اتفق لأن الطرف الثاني ما ننسى سواء أم ولا أب ليهم الحق في هذا المحضور أنهم يراعوا ويشوفوا مصلحته نفس الوقت أنهم يشبعوا الغريزة اللي عندهم سواء أم ولا أب فهنا بكل الأمور محدد أنها القانون ولكن تحصل الأمور أنه أحيانا يكون فيه محدد أربع ساعات الطرف الثاني طبعا من عشام أو من حب أو أحيانا من عند فيه عند يصير في الموضوع ياخذ أكثر من ست ساعات فهنا يصير توتر فهنا يصير أنه اللجوء أنه والله هو المفروض أنه الساعة أربع الساعة أربع لا لو إحنا قدرنا وخضيناها معنى ثاني معنى الإنسانية والرحمة وكذا ما معنى العند أنه ممكن أنه يتجاوز ما لازم بالأربع بالحرضية ولكن القانون حتى على أساس أن الطرفين يعطوا حدودهم ولكن أحيانا لو اتفقوا الأطراف يمكن يقدر اليوم كامل عند الأب أنه خلاص هي عارفة هو الأولاد وين بيكونوا عند أبوهم وأن أبوهم اللي يشلهم ولكن تبتد المشاكل أنه خلاص هي اتباههم فقط معين وهو ممكن ياخذهم ممكن يبات ممكن ياخذهم محدد لأربع ساعات يسويها أربع سابيع فهنا تبتد الخلافات لأنه خلاص هو مالتزم بالوقت يمكن أحيانا يصير الموضوع موزع عند أكتر بس إذا شوي بدنا نيجي نحكي أكيد أمجد ونوار ومننا حيوافقوني وإنتك يمكن حتفدينا أكتر بهذا الموضوع موضوع أحيانا لما بياخذ الحضانة الوالد وبيكون متزوج من امرأة أخرى وهذه الامرأة يمكن تكون آسية مع هؤلاء الأطفال خصصا أنهم بيكونوا أحيانا بأعمار صغيرة وممكن أنها اتعنف هؤلاء الأطفال شو الأشياء اللي يمكن بتحدد خلينا نقول حقوق انتهاء الحضانة عند الأب خصصا أن هاي الأشياء بصيروا ينكروا فيها إنه لا ما صار ضرب ما صار تعنيه أستاذة أنت تتكلمي عن واقع موجول في المحاكل تتصير ممكن لو الأم لأن الأم عندها حق الرؤية ممكن أن الأم في فترة الرؤية لاحظت أن هذا الطفل عليه آثار اعتداء بالضرب أو أنه استمرار أنه اشتكى على أساس أنه يتعرض لأن الاعتداء ممكن الأم بشكل مباشر أنها تتواصل مع الأب انت راقب أو شوف أو حس أحيانا ما تكون الزوجة أحيانا ما تكون الزوجة الثانية أحيانا ممكن تكون شغالة أحيانا ممكن يكون الأطفال أنهم اختلقوا هذه الأقاويل على أساس أنهم ما يعيشوا هناك يعيشوا عند الأم أحيانا تكون أشياء مثلاً الأشياء لفظية أن الأم مثلاً الزوجة الثانية عن نفتهم أو في سعنيت ما في شيء ينثبت لكن إذا كانت الأم وهذه في أشياء حصلت في المحاكم إذا لاحظت في حروق على جسد الطفل إذا لاحظت في ضرب متكرر ممكن الولد أنه يلعب طاح عادي في أمور تحصل بشكل طبيعي ما لي علاقة بالأطراف الثانية لهم فعلاً صار في اعتداء ولكن يوم الأم تشعر أنه فيه شكوى متكررة طبعاً أكيد تتجه هلين الشرطة؟ يفتح بلاغ يشوفوا يفحص سريري على هذا الطفل هل هذه الاعتداءات متكررة طبعاً يبتدي شغل الشرطة يبتدي شغل النيابة تحقق في هذا الموضوع وحياناً يكون هذه الأشياء من الأم حياناً ندافع الأولاد أنهم يتكلموا في هذا الشيء أو أنهم قلوا أنه الأب أو الطرف الثاني أنه فعلاً يعيشنا حياة الجحيم على أساس أنها تسقط الحضانة هذا كله يعني ما سهل أنه تتبتيه في المحاكم ولكن يبقى تقارير يبقى أدلة أنه هناك فعلاً هذا الطفل يعني يتعرض الاعتداءات يمكن أن تكون الزوجة الأب بعيدة عن هذه المشاكل يمكن أن تكون أشياء ثانية ليس هذه لكن أحياناً بعد لا ننكر هذا الشيء موجود في المحاكم أنه قد تكون الزوجة هي التي تكره أو تفرق بين المعاملة من أولادها وأولاد زوجها يحصل أو يمكن أن تكون أمامه يعني تذكر شيء أو أنها تصرف بشيء ثاني ولكن العدوانية تبتدي بعد خروج الأب من هذه هاي يحصل واقع ولكن هذا دور كأم يتشوف هي كيف تتصرف أو كيف ذي وبعد كذا يتحقق مع الولاد يتحقق مع ذا وحياناً صعب أن تتأخذ من طفل عمره ثلاثة سنين هل فعلاً الحقيقة هذا الموضوع شوية صعب إثباته إلا إذا كان عليه حروق عليه أشياء ضرب تعدي كذا صحي الله يجي من المشاكل يا رب العالمين صار ما يؤخذ برأي الطفل بعمر صغير وأنا بتخيل يمكن الاحترام والود والرحمة لازم تظل موجودة بين الطرفين حتى بعض الطلاق وهي الحل الأنسب لكل هاي الحالات شكراً كتير إلك موزا كتير استفدنا منك اليوم وشرفتنا ورتينا شو رأيكم نطلع بريك سريع يالله 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر